بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين البذور المحيرة هكذا عرفت بذور الخردل الخردل أو المترد الخردل عرفت كبذور محيرة في عالم التجميل بصفة عامة ترتبط مميزاتها وأضرارها بطريقة استخدامها الصحيحة وذلك للعناية بالشعر فالإفراط في استخدامها يؤدي إلى جفاف فروة الرأس وظهور قشرة الشعر وكذلك التهابات شديدة وحكة مستمرة لذا يجب عليك الإصغاء للفيديو الشرح عفوا وطريقة الاستعمال الصحيحة حتى لا تتعرضي للمشاكل التي ذكرتها وطبعا هنا نستخدمه طبعا لجميع أنواع الشعر فقط صاحبات الشعر طبعا الفروة الحساسة يجب الانتباه من استخدام بذور الخردل أو عمل اختبار تحسس للتأكد من عدم التحسس منها وذلك للاستفادة من مكوناتها الفريدة والمحيرة في نفس الوقت لها فوائد رائعة جدا للشعر هي تعتبر من أفضل الوصفات الطبيعية للعناية بالشعر وتطويله وإيقاف التساقط إنبات الفراغات وكذلك مع مزجها بمكون آخر إن شاء الله بهذا الفيديو تعمل على تنعيم الشعر المجعد وذلك من أول استخدام أولا نقوم بغسل ملعقة طعام كبيرة من بذور الخردل ونضعها في إناء نضيف عليه كوب كبير من الماء على النار لتغلي لمدة حوالي خمس إلى عشر دقائق هذه هي المدة المحددة مع إحكام إغلاق الإناء أثناء الغليان حتى لا نفقد الزيوت الطيارة والمفيدة في بذور الخردل هنا بذور الخردل يمكن استعمال البذور ذات اللون الأسفر أو هذا النوع مهم أي نوع متوفر أو تجدين عند العطار يمكن استعماله لها نفس الفوائد لا يهم هنا إن كانت بذور الصفراء بذور الخردل الصفراء أو هذا النوع وبعد الغليان نتركها إلى أن تبرد نهائيا والمكون الثاني الذي نقوم بمزجه مع بذور الخردل هنا نأخذ ملعقة طعام كبيرة من بذور الكتان نأخذ ملعقة طعام كبيرة من بذور الكتان ونضع عليها كذلك كوب كبير من الماء على نار هادئة لتغلي لمدة حوالي عشر دقائق تكون النار هادئة جدا للحصول على جال بذور الكتان طبعا هنا جال بذور الكتان معروف بفوائده الكثيرة للشعر سبق ووضعت عليه عدة وصفات بالقناة والحمد لله حتى زيت بذور الكتان موجود في قناتي ثم نأخذ قرورة البخاخ الخاصة بوصفات الشعر ونقوم بتصفية نصف الكمية من جال بذور الكتان في قرورة البخاخ ونترك النصف الباقي من أجل عمل شامبو كذلك رائع جدا للشعر مع هذا البخاخ وبعدها كذلك نقوم بتصفية نصف كمية مغلى بذور الخردل مع مغلى بذور الكتان ونترك قلت النصف من أجل عمل أروح شامبو للشعر مع هذه الوصفة حتى تكون الوصفة ذات فعالية نقوم برج المكونات جيدا مع بعضها البعض ونترك البخاخ جانبا إلى أن نقوم بعمل شامبو رائع جدا نستخدمه أثناء غسل الشعر ويكون شامبو طبيعي قلت يزيد فعالية هذه الوصفة نأخذ لعمل هذا الشامبو ملعقة طعام كبيرة من الصابون البلدي أو الدول العربية الأخرى تطلق عليه اسم الصابون المغربي نستخدم أي نوع صابون بلدي بديل الصابون هنا يمكن استعمال أربعة ملاعق طعام كبيرة من شامبو الأطفال بديل الصابون حتى تكون الوصفة هنا طبيعية نستخدم قلت صابون بلدي أو صابون مغربي أو صابون الزاير ونضيف ملعقة طعام كبيرة هنا إلى علبة تكون من الأفضل من الزجاج نضع المتبقي من جال بذور الكتان لهذا الشامبو نصف كل المتبقي من بذور الكتان وكذلك نضيف المتبقي من مغلى بذور الخردل ونخلط جيدا الصابون مع باقي المكونات حتى الحصول على شامبو طبيعي مفيد جدا يجب الخلط الجيد حتى يذوب الصابون نهائيا ويمكن إضافة كبسولة من كبسولات الفيتامين E لهذا الشامبو من أجل زيادة الصلاحية وكذلك من أجل زيادة فعاليته أو كبسولة الأوميغا 3 كذلك رائعة جدا مع هذا الشامبو أو يمكن استعمال 2 ملاعق صغيرة من زيت الفيتامين E مع هذا الشامبو لزيادة الفعالية وحتى الصلاحية تمتد لمدة شهر كامل بدون الفيتامين صلاحيته تدوم لمدة أسبوعين كاملين في مكان يكون فقط بارد ونستخدمه أثناء غسل الشعر بالنسبة لطريقة استخدام البخاخ بعد غسل الشعر بهذا الشامبو وشطف الشعر جيدا نقوم بتجفيف الشعر فقط بالمنشفة ويمكن استعمال كذلك مجفف الشعر لمن لديها فقط بعض المشاكل الصحية يمكننا استعمال مجفف الشعر بعد بخ هذه الوصفة الهندية الرائعة تعتبر وصفة هندية رائعة جدا نقوم ببخ الشعر به مرتين في اليوم مرة صباحا ومرة مساء يمكننا استعمال هذا البخاخ يوميا لنتائج أفضل قلت صباحا ومساء كما يمكن استعمال مجفف الشعر من أجل تشفيف الشعر لمن يعانون من مشاكل صحية هذه الوصفات كلها آمنة للحوامل والمرضعات وكذلك الرجال رائعة جدا هذه الوصفات الشامب والبخاخ لإنبات الفراغات وهي ممتازة جدا لمحاربة وعلاج الشيب يمكن عملها كوقاية من ظهور الشيب أما إذا قمنا باستخدام ماسكات الخرد البودرة الخرد المطحون مع صفار البيض أو مكونات أخرى لديها آثار حرارية طفيفة عند استخدامها على جذور الشعر فيساعد ذلك على تنشيط بصيلات الشعر وزيادة تدفق الدم داخل فروة الرأس مما يساعد على نمو الشعر بشكل سريع قلت هذه الوصفات كلها آمنة وليست لها أية أعراض جانبية كذلك تستخدم للأطفال من سن خمس سنوات فما فوق يمكن استعمالها وبكل أمان البخاخ صلاحيته تدوم لمدة أسبوعين كاملين في الثلاجة كما يمكن حفظه في المجمد لمدة شهر كامل بالأخير لا تنسوا مشاركة هذا الفيديو مع باقي الأصدقاء كي تعم الفائدة أترككم في رعاية الله وحفظه والسلام عليكم ورحمة من الله وبركاته اشتركوا في القناة شكرا